أعتقد بأن كل الظروف مواتية للفريق الوطني المغربي هنا بالدوحة القطرية لكي يقدم صورة إيجابية ويشرف كرة القدم الموطنية في مونديال قطر 2022 أعتقد بأن حتى الأجواء العامة لكي يعيشها الفريق الوطني هنا بالدوحة فهي تؤكد بأن هناك صفاء الأجواء هناك رغبة كبيرة من اللاعبين لكي يحسوا بحجم مسؤولية الملقات على عاتقهم لأن هناك 40 مليون مغربي ينتظر منهم بأن تكون مشاركة إيجابية وبالتالي إعادة سيناريو ذي 1986 للتأهل للدور الثاني في المونديال الأجواء العامة هنا أجواء جيدة هناك معنوية مرتفعة دي اللاعبين هناك حماس يعني هناك كذلك عائلة واحدة بين الفريق الوطني المغربي يعني سواء على مستوى اللاعبين وكذلك الطاقة التقني فلاحظنا أيضا على أن كين واحد اللمة كبيرة جدا بين اللاعبين في هذه الحصة التدريبية اليوم الجمعة فأعتقد بأن الأمور ستكون جد إيجابية قبل مباراة كرواتيا خاصة أن الفريق الوطني يحقق نتيجة إيجابية أمام جورجيا في المباراة والدية وكذلك يمكن اعتبروا بأن هذه النتيجة هي محفز معنوي كبير للعبين قبل ملاقات كرواتيا وأعتقد بأن الأجواء جيدة الظروف مواتية اللاعبون في كامل الجاهزية سواء على المستوى البداني أو على المستوى الدهني وأيضا على المستوى التقني والتاكسيكي أيضا لا بد من تأكيد على أن الإصابة التي خوفت من مجموعة من الجماهر المغربي على اللاعب حاكم زياش فأعتقد بأن حاكم زياش يمشارك في الحصة التدريبية لإزالة العياء وأعتقد بأن الإصابة دياله هي طفيفة جدا وأعتقد أن يكون مع الفريق الوطني أمام كرواتيا إن شاء الله أظن أن الجاهزية التقنية والبذنية والنفسية ظهرت جليا خلال تدريبات المنتخب الوطني المغربي العناصر الوطنية أقنعت وأبدعت يوم أمس بالشقيق الإمارات العربية المتحدة حين سحقت منتخب جورجيا بثلاثية نظيفة رغم الطابع الودي للمواجهة وليد الرقراغي دائما ما يشغل على الجانب السيكولوجي لخلق جو من التلاحم وهذا التلاحم الذي غاب خلال حقبة الناخبة الوطنية السابق وحيد خاليل زيتش موسيقى